اهلا بكم لما بتبقى الحاجة من القلب بتوصل للقلوب جميل جدا ان الشعوب العربية تتوحد على الفرحة والاجمل لما يبقى الحب بين الشعوب يتخطى الحدود المصطنعة ونلاقي مشجئين مغاربة شاركوا برنامج مصر النهاردة بصورة شاركونا فرحتنا بيهم بصورة زي الصورة اللي عرضناها مبارح اللي هي دي مشجع مغربي الحقيقة شارك برنامج مصر النهاردة بالصورة الجميلة دي ومبارح عرضناها والحقيقة انا شكرته جدا وبعدين بعدها هتلاقي ورا المشجع ده ملايين تانين بيتابعونا الملايين دول خلوا مصر النهاردة ترند رقم واحد على يوتيوب بلدنا التاني المغرب الحبيب وده مش غريب الحقيقة على الشعب المغربي الحبيب اللي فرحنا كلنا بفوز المغرب فرحة صدقة نبعة من القلب ده الامبارح او النهاردة كان المقطع ده هو الترند رقم واحد في المغرب يعني المغرب كانت الترند في العالم ومصر النهاردة كانت ترند في المغرب اهو ده الترند رقم واحد مصر النهاردة الترند رقم واحد في المغرب ودايما او زي ما قلت لأصدقائي في البرنامج هنا انه المغرب كانت ترند العالم مبارح ومصر النهاردة ليه شرف انه يبقى كان ترند النهاردة في المغرب مش بس في المغرب كمان في تونس والاردن والجزائر والليبيا والسعودية كانت حلقة مبارح من الاكثر تداولا على منصات التواصل الاجتماعي زي ما انتوا شايفين كده الحقيقة انا مليش في السوشال ميديا قوي لكن انتوا تقدروا تشوفوا كانت في السعودية وفي تونس والاردن والجزائر والليبيا والسعودية حلقة مبارح بس تونس والجزائر والاردن والسعودية الحقيقة انا فخور وسعيد جدا سعادة لا توصف بصراحة حلقة مصر النهاردة مبارح كانت تاريخية في المشاهدة وتاريخية في الترند وتاريخية لانها كانت يوم تاريخي يوم صعود المغرب الدولة العربية اللي فرحت العرب كلها الفارحة عبر عنها نشاطاء كتير جدا حبوا يشاركونا بتعليقاتهم الجميلة ويشكروا من خلالنا كل المصريين على فرحتهم الصدقة بفوز المغرب وسعوده لدور الأربعة نشوف التعليقات من ترند اللي كان رقم واحد فريق المغرب فريق كل العرب والمسلمين متقلق يا ناصر كمعواتنا تحية من المغرب بشكرك جدا يا وفاء اعلامي اصيل من بلد اصيل ابن الكنانة مصر الحبيبة حي الله مصر وشعب مصر بشكرك يا صديقي عمري 63 سنة وامنيتي قبل ان افارق هذه الحياة ان ارى وافرح بجمع شمل العرب مثلما فرحنا بفريقنا المغربي عفوا بل اصبح فريقنا العربي ربنا يديك الصح يا رب شكرا لاخواتنا المصريين اكبر شعبي يفرح لانجاز المنتخب المغرب كأنه يفرح لمنتخب مصر والله اغجلتمونا بطيبة قلوبكم وتضامنكم مع اخوانكم المغربة وتحليلاتكم الرائعة بشكرك جدا ندريس والله صدمتمونا فيكم يا مصري لم نكن نعرف انكم تعزوننا لهذا الحد منار بشكرك جدا محمد يقول مليون شكر الاخوة المصريين الذين شاركونا نشوة الفوز على خمس فرق من اوروبا وامريكا الشمالية شكرا يا محمد ماري فخور بكون مغربية مسلمة ان شاء الله نفرح بالفوز بكاس العالم لان العرب والمسلمين يستحقون هذه الفرحة عبر التاريخ قمة الحب التي تصلنا كمغربة من الشعب المصري شيء لا يوصف صراحة الربنا يدوم المحبة والاخوة بين الشعبين دعواتكم معنا لمبرات النصف النهائي وبإذن الله مربوحة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عاليا شكرا لحبيبنا لحبيبنا المصريين هم فرحانين لفوز منتخبنا بكل حب وبقولوا بهم احبك يا مصري يا بهية اما احمد فقال شكرا على الاطراء والف شكر لكل الشعوب التي احتفلت معنا بهذا الانجاز مسلمين عرب افرقى منتخب المغرب يمثل وحدة العربية هذا هو الانجاز الكبير والمنشود يعني برضو اكارر مرة تانية شكرا للشعب المغربي اللي مبارح صدق فرحتنا بي ولانها كانت طالعة من قلبنا فعلا عشان نجيب علم المغرب ونجيب الترينج سود تاعة المغرب وكنا سعداء بشكل حقيقي كأن ده منتخب مصر واضح ان الصدق ده وصل للمغربة فاصبح الفقرة دي او الحلقة دي مبارح النهاردة سوري تريند في المغرب مش بس في المغرب زي ما قلت في تونس والجزائر والاردن والسعودية مبروك للمغرب حبيب وانا عايز اقول بس اللي اخوانا في المغرب العلاقة بيننا وبين المغرب بين مصر والمغرب لعل الناس كتير متعرفهاش علاقة قديمة قوي علاقة تاريخية ولها اصل في العقيدة يعني لها جزء عقدي عقدي يعني يعني المشايخ اللي عندنا كبار زي مثلا ابو الحسن الشازلي مغربي مهداء كان بيحج ورحلة الحج كان ست شهور فكان يخرج من المغرب وبعدين يفضل ماشي على الساحل لحد ما يوصل السكنجرية وبعدين يواخد يواخد الطريق الصحراوي وبعدين ينزل على البحر الاحمر وهناك يعد الناحية التانية على مكة وفي اخر رحلة لي كان معا خادم وقال للخادم انا خلاص عمر انتهى وبودع والخادم قال له يعني ما تقولش كده مولانا فقال له في حميثرة سوف ترى وحميثرة ده جبل صغير عندنا في البحر الاحمر وبالفعل مات ابو الحسن الشازلي هناك ولا زال المولد بتاعه بيتعمل سنويا وبيحضره من اتنين مليون وتتا مليون بني آدم ايضا المرسى بالعباس فاغلب او الجزء الغالب من اولياء الله الصالحين في مصر بيجوا من المغرب وكان عندنا في الازهر بوابة المغربة يعني كان لنا ليهم بوابة خاصة المغربة في الازهر وكان ايضا مشهورين في مصر كتجار ومنطقة خان الخليلي ومنطقة الغورية من ناحية دي كده وانت رايح على تحت الربع يعني لو قفت عند الغوري جامع الغوري دخلته جوه شوية عند حارة خوش خدم كده هتلاقي المغربة كانوا هناك اليوم املاك كتير جدا ومساجد كتير جدا كانت الحقيقة بيعمروها المغربة فالعلاقاتنا بالمغرب علاقة قديمة جدا وقسر كتير جدا مصرية هتلاقي لما تدور اصولها من المغرب على اي حال مبروك للمغرب الحبيب وعبال ما نحتفل مع بعض ان شاء الله برفع كاس العالم على يد ابطال المغرب انا طماع يا سيدي انا طمعان في دي ايوة طمعان وبقولها حتى لو مساعدوش للدور النهائي فيكفيهم شرف انهم وصلوا للدور الاربعة لكن انا عندي امل ايوة عندي امل انه يصعدوا الى الدور النهائي لان المغرب اسود خلونا نصدق ولو مرة واحدة ان الاحلام مع الناس اللي بتشتغل بجد ممكن تحقق اللي بتشتغل بجدنك خلونا نحن اناでも لده